بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد البشر وان شاء الله هنبدأ مع بعض اكسرسايز سريع على لتسن 1 شابتر 2 يونت 3 في الاكسرسايز ده هاخد مع بعض اهم الاسئلة اللي كانت على الدرس اللي كانت جات لي منكم على الدرس الاسد اند بيزيس لو كنتوا فاكتين في الاسئل اند بيزيس احنا كنا كلمنا على فيوريس الارهينيس والبرونسترد لوري واللويس تعالوا بيبص الاسئلة ممكن تيجي ازايها الاسئلة اصلا بتيجي ان شاء الله سهلايا اول سؤال بيقول لي وين سوديوم كاربونيت ري اكتس ويز سالفوريك اسد بابلس اوف وسايب لي سبيس ويجايب لي اختيارات يا ترى بابل اوف ايه متطلع كلمة بابل هنا مقصود بها ان فيه جاز هيطلع از ايفولفت خلاص وفكرة الايفولف ده يعني اتدور على الجاز اللي هيطلع تعالوا نشوف هو اصلا بيقول لي مين هيتفعل مع مين هو بيقول لي ان السوديوم كاربونيت اللي هو الان اتو سي او سري هيتفعل او ري اكتس ويز سالفوريك اسد طيب احنا ده كنا اخدنا في الدرس مع بعض او كنا اتكلمنا في الاكوشن دي في اسناء الشرح بتاعنا وكنا اخدنا الإكوشن دي اثناء ما كنا بنتكلم عن انا الاسدى реاكتAA with carbonate and bicarbonate salts وcraft науч d3 وكنا قولنا ان NA2 CO3 plus H2 CO4 هيدينا housing editor called NA1 jur York Lightning so he stabilt with carbon and bin schwierig هتاخد واحدة او وتخرج على هيئة اتش تو او ويفضل من هنا سي او تو. يبقى الجاز اللي افولف هنا حتى الساهمة هول فوق. الجاز اللي افولف هنا اللي هيعمل توربيدتي للليموتر هو الساديوكسي الكربون اللي هو كربون داي اوكسايد. يبقى الكربون داي اوكسايد هنا هو الجاز اللي افولف في التجربة ساعتها هنا هنختار الاجابة الصح كربون داي اوكسايد اونلي. بس انا عاوز لفتنظركم لحاجة في السؤال ده. السؤال ده احيانا بيجي يقول لي وين اكتف ميتل يعني هو يقول لي بقى هنا ايه. لما اكتف ميتل مش سوديوم كربونيت يعني نفس السؤال بالزبط بس يجي يقول لي ايه. لو اكتف ميتل اتفاعل او رياجت مع الاسد. مين الجاز اللي هيطلع ساعتها هتقول لي الهايدروجين جاز افولف عشان كده احنا جدنا السؤال ده. عشان لو جاء سألك في الحتة بت ساعت الاسد دي بتبقى حاجة مهمة جدا انت بقى عارف اند هو بيسألك على ايه. بيسألك على اكتف ميتل ولا بيسألك على كربونيت. خلاص الشباب. طيب تعال نروح لي سؤال تاني. السؤال اللي بعد كده بيقول لي. اللي هو الهايدروجلوريك اسد. طيب تعالوا راجع الحتة دي بسرعة. هو بيقول لي هنا لو انا جبت الهي سي ال ورحت احطيته على الووتر. يا ترى ده هيسبب زيادة ايه. كنا اتكلمنا على التجربة دي في البداية خالص لما اتكلمنا في الارهينيس. لما قلنا الهايدروجين كولورايد انوتر. وقلنا قلنا ايه. قلنا انه وين هيدروجين كولورايد جاز عشان كده بيقول انك لازم تحمل الملزمة. ولازم تاخد سكرين شوتس من الحاجات المهمة وتقعد زاكرة. يعني الرياكشنات دي ممكن تيجي يقول لك هنا ايه. وين هيدروجين كولورايد جاز دي سولفس انوتر في الريان هيدروجين مع الكولورين او الكولورايد. وساعتها كده مين اللي زاد؟. الهيدروجين كولورايد هو اللي زاد. صح ح ولأ؟. ونسبة. تعال نشوفالور روايجابات자 هو من الدهالي ، يعني هو تعالون بص نشوف الاجابة صح. هو أكد ان الهيدروجين هيزيد. يا ترا الضك leisure spoorium và OH어요적? يا ترا اللي نسي دول هيزيده؟ ولا؟ طبعا ما هيدروجين تolinها؟ طبعا وتفكر echoes change HCl. فاله هو اللي بيزيد بس اللي هيزود الوه فالإجابة الصحة هتكون ايه Increasing concentration of hydrogen ion and decreasing of OH and decreasing of A and decreasing of OH طبعا هو اللي جابتلي التانية غلط لأن هنا بيقولي decreasing H طبعا غلط والتانية decreasing H فساعتها الانكريسنج H بوزف بس من غير زيادة الوه نجتف بالعكس دهات L طبعا السؤال اللي بعده يهمي انك تعلم على الجزئيات اللي احنا ذكرناها في الاكترسايت عشان دي بيعليها اسئلة كتير يعني ممكن السؤال نفسه حرفيا ما يجيش ولكن الحتة دي تيجي في الامتحان او شبهها انزال اكشن بيقولي هنا في الرياكشن which is represented by the following الرياكشن اللي متعبر عنه بالصورة اللي قدامك دي جايب لي HTO3 مع H2O دي معادنا كنا اخدناها قبل كده بمهم بيقولي ايه تو برونستدلوري اسئد ان اتش الرياكشن هو بيقولي هنا مين في الاتنين دول يعتبر مين في الكمبولنس اللي عندها دي كلها يعتبر اسئد طيب احنا يعني ايه اسئد اصلا اسئد ده دي سابستان سويتش بروديوس هيدروجين اين الحاجة اللي هتدي هيدروجين اين خلاص وايه كمان وكنا بنقولي ان فيه حاجة اسماها كونجيجيت اسئد حاجة اسماها كونجيجيت ايه اسئد اشرحها لكم بسرعة جديدة جدا انا واحد عندي الأو الودي هتعمل ايه الودي هتدي هتدي هايدروجين الاتش سيو سي هيبقى اسمه هادش تو سيو سيو سي يبقى الهايدروجين الاتش تو او دي لغا الووتر دي قدت هايدروجين بقى اسمها اسد ادي اول اسد معاي طيب وده اسمه بيذ لأني أتبه لأني إستقبلت الهيدروجين بقى إنت اسمك باز يبقى في واحد H دا الهيدروجين اللي هو HO دا الأسد و واحد يستقبل الـH اللي هو الـBase اللي هو HCO3 بقى الـBase اللي هو HCO3 دا الـBase اللي هو خد الـH دا بقى اسمه HCO3 صح دا بنسميكم جيجيت أسد وينسمي ايه يبقى اللي تكون ده البيزة اهو صح ده اللي خد ال H بيتحول ل ايه ال H2CO3 ده بنسميه كونججيت أسد يبقى ال 2 الاسد اللي عندنا في التجربة دي هو ال H2O و ال H2CO3 مفهوم يا شباب طيب ولو بصنا عليها في الاكسرسايز اللي عندنا في الدرس نفسه او في يعني في الشرح نفسه كانت التجربة دي فين فين يا ترى يا هل ترى اهي انا كنت شرحتها لكم في الدرس لما كنا شغالين في الشرح بتاع الدرس ده انا شرحتها لكم قلتلكم ان H2CO3 بيتحول او بيدي لده فعندنا ال 2 الاسد مين الاسد هنا هيبقى H2CO3 و ال H2O خلاص يا شباب وياريت ترجع تسمع شرح الدرس ده تياني لقيه ان هو مهم جدا السؤال اللي بعد كده بيقول لي هنا لو بصت على الرياكشن ده نفس الفكرة لما عملنا له رياكشن مع ال NH3 ادانا ايه ادانا CH3CO مع ال NH4 بوزتف يعني ايه اللي حصل باختصار اللي حصل ان ال H دي سفرت وراحت لل NH3 اصبح الراجل ده اسمه اسد ال CH3COH ده بقى اسد وال NH3 بقت بيز طيب ال NH3 دي هي اللي استقبلت ال H صح دي البيز احنا لسا بنقالها بيز اللي تكون منها اسمه كونجيجيت اسد فاهم الفكرة اقول تاني انا ده راجل اسد اتحول او ادلا للبيز اللي هو ده اللي تكون من البيز ده بنرجع نسميه اسد ده البيز اهو واللي تكون منه اسم كونجيجيت ايه اسد يبقى الترتيبة الصحة مين الترتيبة الصحة هي دي بمعنى ايه ان ال CH3COH هي الاسد وال NH3 هي البيز وال CH3COH ده الكونجيجيت بيز ما هو الاسد ده الاسد ده بعد ما فقد ال H اتحول الكونجيجيت بيز وهكذا ال NH4 ما هي الكونجيجيت اسد سؤال مهم جدا في غاية الاهمية السؤال ده السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده بنقول المغ 들 리لوة الس薄ية في السومجةподرد والزنك احنا جبنا Hornet حسريت كبنا H2SO4 ضرد مخفف وحطناه على الزنك ويختم لي المهند اسمه ix انا معرفش ايه ايه اسد ده فبيقول لي هنا يعني عاوز الرياكشن ما بين الزنك وبين السلفوريك أسن يعني الرياكشن ما بين H2SO4 مع ZN طبعا ال H هتطير ويتحط الزن مع CL يبقى اسمه ZN CL2 طب عاوز الرياكشن تاني حاجة المادة اللي هتستهلك في الرياكشن المادة اللي هتختفي طبعا الزنك هنشوف الكلام ده كمان شوية تعالوا نشوف او السلفوريك أسن تعالوا نشوف اول سؤال هنا بيقول لي write symbolic equation which is which represents the reaction طيب ادي الرياكشن اهو ان ZN plus H2SO4 يدينا ZN SO4 خلاص معلش انا قلتها لكم ZN CL2 هي ZN SO4 مع H2 خلاص والسلفوريك أسن هنا هو اللي كمبيليتلي كونسيومد خلاص as an amount of zinc remain after end لو تاخد بالك هنا لو تاخد بالك ان هو في الرسمة هو مشاور لك ان فيه شوية ZN موجودين مازالوا موجودين حتى بعد ما انا خلاصت الرياكشن فاللي هيستهلك هو التاني اللي هو H2SO4 لان الشكل اللي قدامي في البيكر بيقول ايه بيقول انه فاضل حبة zinc وفاضل حبة solution يلا طب وفين ال H2SO4 وفين السلفوريك أسد يختفى يبقى السلفوريك أسد هنا هو as an amount of zinc remain after the end of A of reaction هو بيقول لي هنا بقى وازم استيك الخطأ اللي حصل in the opposite figure فيه هنا مشكلة هو الراجل ده بيعمل ايه هو جايب السليوشن مع الزينك بيس كده وبيحطها في فانل على أساس انه هو يعمل لها filtration واللي يطلع يبتدي انه هو ينزله هنا ويعمل filter عشان يفصل الزينك بيس عن السليوشن ولكن فيه خطأ هنا انه هو مش حاطط filter paper مفروض انه هو هنا يحط ورقة الورقة دي تصفي الزينك عن الايه عن السليوشن اللي تكون عن الزينك النسوفور اللي هو تكون فالمستيك هنا ايه او المشكلة اللي حصلت هنا ايه ان اللي حصل ان there is no filter paper in the funnel في الفانل ده في القمع ده مفيش filter paper سوقو او توسي بريد zinc from solution x اللي هو zinc sulfate a solution مفهوم ايه ده كان اكسرسايز سريع السؤال ده مهم خلاص وكل الاسئلة اللي جات في الفيديو ده كلها اسئلة بتيجي في الامتحانات فاسئلة مهمة ياريت ان احنا نهتم بيها ونذكرها مع بعض كويس وبتمنى لكم بإذن الله كل التوفيق هنبدأ في listen grief في الفيديو اللي جاي ننساش تعمل لايك وتكتبلي في التعليقات انكم متابعين ولا لا وان شاء الله تكون سهلة وسعيدة بتمنى لكم كل التوفيق مرة تانية كنت معاكم مستر أحمد الباشا باي باي ترجمة نانسي قنقر